ايام بتفصلنا عن ذكرى نصر اكتوبر الغالي على كل المصريين وعلى كل العرب تسجل بحروف من نور في سجل الانتصارات الحقيقة ان واحدة من مميزات حرب اكتوبر انها مؤثقة صوت وصورة عبر الصور والفيديوهات كمان صحف سجلت لحظات النصر الغالي وتم جمعها وتوثقها من قبل ضفنة في كتابة عبقرية اكتوبر خلينا نتعرف اكتر ونشوف استجل حرب اكتوبر مع المصور مع الكاتب الصحفي الوثاز شريف عارف اهلا بك صوت زغالي سبعة الخير جمانيا اهلا بحضرتك يعني في البداية انا الحقيقة سعيدة جدا بفكرة انه توثيق نصر اكتوبر بصور موجودة وفيديوهات يعني احنا حقيقي دلوقتي كمان في امثل حاجة ان احنا نرجع نقص عليها دلوقتي في امثل حاجة ان احنا نفتكر هذا النصر الهام ونعرف تفاصيله ونعرف قد ايه جيه مش بسهولة جيه بشق الانفس وجيه من خلال تخطيط ليه لسنين عايز اعرف من حضرتك رحلتك في جمع وتوثيق الصور وكل يمكن المواد اللي حضرتك قدرت تجمعها عشان توثق حرب اكتوبر بسم الله الرحمن الرحيم انا بعمل على فكرة الزاكرة البصرية يعني او تحديدا الزاكرة الفوتوغرافية وده مشروع خاص حتى الان يعني اتمنى طبعا ان الدولة تشارك فيه بشكل جبير وخاصة ان وزارة الثقافة يعني انا بعمل على مشروع عن توثيق الحركة الوطنية المصرية ومن ضمنها حرب اكتوبر يعني قدمت مئة عام على صورة 19 في مجلد تسكاري نفس المجلد كان اسمه الصورة الام فكرة ان احنا نشتغل على حرب اكتوبر دي فكرة انا بدأت فيها من سنتين وكان الهدف حاجة واحدة ان الحروب في العالم الحديث ما عددش فكرة القوى الخشنة فقط القوى النعامة ايضا تلعب دور كبير في العملية وبالتالي الاستهداف الرئيسي دائما لأعداء الامة في ضرب الهوية الوطنية ضرب الهوية الوطنية اول شيء فيه هو انك تنسى تاريخك وبعد كده بيصنع هو تاريخ اخر اسمه التاريخ الموازي بحيث ان مع تكرار هذا التاريخ يصبح ايه في الاخر الناس بتعرف التاريخ الموازي وبالتالي التاريخ الحقيقي بيتوارى للأسف وبيتراجع مهمة الامم هي اعادة صيارة فكرة الزاكرة الوطنية وده موضوع للأسف يعني موضوع مسهل لانه موضوع شاق جدا بيحتاج الى جامع اولا مسألة الكوليكشن نفسه ومسألة التحقيق والتوسيق يعني لما اجي اقول صورة انا جبت صورة بس مين اللي واقف في اليمين وين اللي واقف في الشمال وإيه موقف الصورة والاجتماع ده كان فيه ايه والاستوري بتاع الموقف نفسه يعني احنا ازاي الصورة دي وصلت وبقت صورة مهمة بالتأكيد اللقاء كان لقائيا مهما فأنا اشتغلت على ده قبل ذكرى اليوبيل الزهبي يعني بالزبط من حوالي ثلاث سنين واشتغلت عليها بتجميع كبير يعني كنت حتى بجمع مش الصور وبس والمنشطات الصحف والمجلات وراء والآخير اضافة الى فكرة الشهادة التاريخية وفكرة الشهادة دي في العالم كله فيه حاجة اسمها الورال هستري انك التاريخ الشفاهي ان احنا زي اللقاء اللي انا مع حضركوا دلوقتي ان احنا بنسجل مواقف لناس معاصرين ومهمة الجهة المسؤولة او المتولية للجامعة انها تجيب الشهادات دي فقط وتصنع بيها مكتبة بعد كده هيأتي ناس تانية هتشتغل على فكرة نحقق هذه الشهادات يعني شريف كان بيتكلم صح ولا بيدعي هل هو حقيقة ولا كذب هل هنا مبلغة او غير مبلغة دي صور يا فندم اللي بنعرضها دلوقتي من اللي حددك استطعت ان هي تجمعها دي بالصدفة طبعا انا جمعتها من البومات القادة العسكريين خلال هذه الفترة وهي ألبومات كبيرة هنا الجزء اللي احنا بنتكلم عنه ان احنا لو مش هذه الألبومات تحت ايدينا احنا عندنا نقطة كبيرة مفقودة او مساحة كبيرة مفقودة اللي قدام حضرتك ده انا بس كنت عايز الصورة اللي فاتت لانها يعني فيها حاجة هو انا استرعوني وده ألم دلوم ولا انا شاركوا لا ده ألم دلوم مصد ده الاستاذ عبد الرحمن علي الله رحمه المزيع والممثل هو ساعتها كان في المراسل اليومي هو والاستاذ حمدي انديل كانوا المراسلين اليوميين للرسائل العسكرية من الجبهة وانا تشرفت يعني انا قابلت الاستاذ عبد الرحمن علي في اواخر ايام كان يعني كان قبل ما يتوفى كان مريض شوية فانما كانت المساحة الاكبر ان انا اقعد مع الاستاذ حمدي الكنيسة الله يرحمه وهنا اللي احنا بنشوفه ان هو بين الرسالة بيسجله بين الجنود ودي عظمة حرب اكتوبر مش انك تدخلي بين فئات معينة من الجيش ولكن تستطيع ان تنقلي نبض هذه الفئات الى الناس طبعا هذه الفكرة قديما ما كانش بقى فكرة ان انا انتقل وارجع لا ده كان بيرجع يوميا في عربية عسكرية من الجبهة الى ماسبير عشان يحول ده الى مواد سامعية طبعا الموضوع كان شاق ما عادش بالتكنولوجي بتاع الناس الصورة اللي احنا اللي قابليها اللي قابليها دي السيدة مكرسوم السيدة جهان السيدات وهنا السيدة جهان السيدات لعبت دور كبير فانا بحاول من خلال توثيق الزاكرة الفتغرافية الحرب اكتوبر ان احنا نقدم حاجة ما كانتش يعني هذه الالبومات اللي قدام حضرتك دلوقتي لم تنشر من قبل وبالتالي يعني هي فيها عنصر النضرة السيدة جهان السيدات وهي بتزور القادة والجنود في الجيش الثالث الميداني وخلفها طبعا اللي واقع عبد المنع مواصل قائد الجيش وبالمناسبة سيدة جهان السيدات رحمها الله لعبت دورا كبيرا ومهما سواء في جمعية الهلال الاحمر او في الدور في زيارة المصابين ومصاب العمليات من الحرب وده كان دور كبير او بالمناسبة يعني وهي استحقت بكل جدارة لقب ام الابطال طيب الصورة دي الصورة دي السيد الدكتور محمود فوزي رئيس مجلس الوزراء وهو بيتفقد طبعا في الوقت ده كان فيه وزارة حرب ووزارة حرب دي مهمتها ان تعد الدولة للحرب ثم تتابع كل اجراءات العمل اليوم الخدمي للجماهير في اطار الاستعداد للحرب دكتور محمود فوزي وهو بيتفقد بعض المواقع العسكرية وهنا برضو يعني حاجة مشتركة لازم نلاحظها ان كل ضيف لازم يقابل الجنود ينزل للجنود وده شيء مهم جدا ان اسباب او السبب الرئيسي في نجاح حرب اكتوبر هو ازابة الفوارق بين المقاتلين يعني ما فيش قائد وفيه جندي القائد هو الذي يعطي الامر ولكن الاثنين جن ببعض في الخندق بنفس الظروف بنفس الاكل بنفس سبل المعيشة وده من عظمة اكتوبر بالمناسبة وده من عظمة برضو الشعب المصري في مسألة النزيب الفوارق بين مش عايز اقول الطبقات بين الناس عموما هنا بنشوف صورة من انظر ما يكون هذه الصورة التقطت داخل ادارة المخابرات الحربية والاستطلاع عندما ذهب القائد العام المشير احمد اسماعيل علي للقاء الاسير العقيد عساف ياجوري وهنا عساف ياجوري يعني هنا يعني انا عايز بس نركز فيما تحوي الصورة نفسها يعني في البعد الانساني للصورة القائد المنتصف والاسير المهزوم يعني لو ننظر الى نظرة المشير احمد اسماعيل ونظرة عساف ياجوري كل نظرة منهم تحتاج الى صفحات من الشرح يعني القائد المعتز بنفسه وهو منتصر وفي نفس الوقت يعامل الاسير معاملة حسنة يعني انا شايفين حالة عساف ياجوري عاملة ازاي وكمان لغة الجسد واضحة جدا واضحة جدا طبعا وراء اللي هو حسن الجريتلي واللغة حسن الجريتلي كان امين عام وزارة الحربية استاذ شريف يعني حدثت انه في صور بالفعل نادرة صور اول مرة تظهر ده حقيقة وفي حاجات كتيرة نادرة في مصر لسه مظهرتش طبعا اكيد احنا كل حقيقي كل شوية بنكتشف حاجات جديدة عن حرب اكتوبر المجيدة لكن ايه الصورة اللي حضركتا وقفت عندها وبكل تأكيد الصورة تعني وراها قصة زي ما حضرتك قلت ايه الصورة او القصة اللي حضركتا وقفت عندها لوقت وكانت حاجة بالنسبة لك جديدة ان انا احصل على تفاصيل الزاكرة الفوتوغرافية للمجموعة 39 قتال ودي ابرز مجموعات القتال الخاصة بادارة الساقة اللي كان بيقودها الشهيد ابراهيم الرفعي على المستوى الشعبي ايضا في صور اتوقف امامها وهي الزيارات الميدانية للقيادات الدينية الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الازهر ولكني اتوقف امام حاجة خطيرة جدا هي زيارة البابا شنود الثالث للجبهة والبابا شنود الثالث كان تقريبا حريص على زيارة شبه شهرية للجبهة وطبعا كما هو معلوم ان في الاصل البابا شنودة كان ضابطا بالقوات المسلحة وهو بيمسك بالنظارة العسكرية وبينظر الى الجبهة في الناحية التانية وهو شايف القوات الاسرائيلية قدامه شايف التحصينات وكان حريص على انه يقف على الجبهة ويمسك بالنظارة ويتفحص الجانب الاخر دي طبعا شيء ملفت للنظر فيه من هذه الصور فيه نمازج كتيرة جدا انما يعني اللي يجب ان نتحدث فيه فعلا هو كيف ان نحول ذلك الى مشروع قومي للذاكرة البصرية يعني احنا عندنا في مصر مواقع كتيرة فيها مواد خام لعمل توصيق ولكن كيف يتم ذلك في اطار مشروع قومي لان زي ما قلت لحضراتكم ضرب الهوية ده هي مهمة مهمة اعداء الوطن يعني احنا لما نشوف كل المنصات المعادية على مدى عشر سنين فاتم كان هدفه بس هو ضرب الهوية تشكيكك في كل شيء صحيح سيد شريف اتكلمت عن فكرة ان من الاهمية ان احنا نحول ده لمشروع قومي بمشاركة الوزارات وي انا اعتقد ان الوزارات السقافة لها دور كبير في ذلك طيب هل في مثلا عندك زي ما تقولي دراسة او خطة او مقترح موجود مشروع لذلك ايه ابرز بقى بنود او محاول المقترح كان بيني وبين الاسبوع اللي فات بيني وبين الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة مكلمة طويلة وحددنا فيها نقاط وان شاء الله اتمنى ان احنا نعمل لقاء كبير معاه ونتكلم على فكرة الزاكرة الفوتوغرافية للحركة الوطنية المصرية في القرن العشرين احنا لك ان تتخيل احنا في عام المئويات يعني السنة دي مثلا مئوية البرلمان المصري البرلمان المصري المنتخب مش فكرة العقد البرلمان البرلمان المصري المنتخب كل ما هو بعد اتنين وعشرين هي مئويات الدولة المصرية الدولة المصرية التي لها عمق تاريخي الدولة المصرية بوابة المنطقة كل السنوات القادمة باذن الله هي سنوات مئويات المهم ده ان يكون في اطار مشروع مقبول مشروع تتبناه جهة وللأسف صعب ان يكون جهة اجنبية لانه يعني هذه الجهة لن تساعد على ظهور مثل هذه المشروع وبالتالي نعم احنا يا استاذ شريف احنا لازم نكون حرسين نحنا نروي رواية لانه مستحيل حد يقدر يحكي حكايتنا احسن مننا وده اللي احنا محتاجين وغير كمان حضرتك بتتكلمي عن نقطة خطيرة وهي توظيف هذه الصور يمكن ان توظف بالسلب وبالاجاب يعني ممكن حد اخر يستخدمها وينسج عليها حكايات اخرى زي ما كنا بنتكلم من شوية عن فكرة التاريخ الموازي انا عجبني بس كلمة جمانة احنا اللي لازم نحكي شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شريف عارف الكاتب شكرا جزيلا